السلام عليكم ببنات كديرين لبس عليكم مزيانين كوشي باخر الحمد لله اليوم غدا برطجي معكم هاد تحليه هادي اللي صراحة صحية ورائعة في المداق كنتمنى انكم تجربوها وما فيهاش السكر يعني ما فيه حتى شي حبة ديال السكر هذا هو اللي زوين فيها اكتر انها صحية بامتياز ماشية غير شوية بزاف وخصوصا الناس اللي هاكا يعني في الصيام ديالهم كيهم فاشلوا ما كيقدرواش يكملوا النهار ديالهم هادي راهم زيانة وكتساعد كتقوي الجسم عندي جوجل مكونات عندي اه ايطر ديال الحليب هادا كغير النص دياله نصر الاهر غدا نوضعوه باش يتخل باش يسخن وعندي هنا ميتين وخمسين جرام ديال ديال الشريحة يمكن لكم نديرو غير ميتين على حساب اه شنو بغيتو اما ميتين وخمسين اما ميتين بين هاد الرقم هادا ما تديروش اقل باش هاكا اه تعقاد لكم هاد تحلية وغدا ندوز باش نقطع هات الشريحة من بعد ما غسلتها طبعا خاص ضروري تغسلوها وما تستعملوش اه شريحة اللي كتشريوها هاكا مشريا مبخرة را ما كجيش زوينا انا جربتها واحد المرة خديتها هاكا اه يعني مبخرة بنفس الطريقة وكمل عادة كم اموال فكن ديرها خرجت لي واحد نص ما مشي زوينا من الاحسن انكم تشريو الشريحة العادية اللي كتكون هاكا يعني بالنسبة لبنات اللي هنا في بلجيكا را هم توفر عند اه بحلات ديال مغاربة كينا عند سواسة موجودة وما تحتف لي درها كيجيبوها وما تشريوش ديك المبخرة اللي كينا فقال دي ودكشيرها ما كجيش زوينا كجي فيا قتليكم واحد النسمة اللي ماشي زوينا ما كستخصر لكم الماداق ديال ديال التحلية قطعت شريحة كيما لاحظو يعني بهذا الحجم هذا والحليب حتى هو را وصل لمرحلة الغليان يعني حتى هو را غلا غدا نجيبو باش نوضع فيه هاد الشريحة هادي ضروري خسكم توضعوها في هاد الحليب اللي سخون يعني الليتر ديال الحليب نصف ديروه يغلي والنصف الآخر تخليوها كاك يعني عادي بارد وغدا نوضع فيه الشريحة ونخلي تقريبا أنا خليتو غيشي عشرة دقايق لأنني موجدتوش بكري هادك الحليب سخون كيطر لنا الشريحة كتولي طرية ما كسقاش كسقاش قاسحة ومن بعد ما خليتو الوقت اللي شي عشرة دقايق هاكك وضعتو في الكاز ديال عاصر ما سوضعوش الحليب كامل ما بعضو تخلطوه يعني خسكم تحنو غير جزء هادا ديال الحليب سخون مع الشريحة من الاحسن باش تحليكم مزيان ما يبقوش لكم دك 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 اللي الحوبي بترقاق حتي قدم ما كتكترتو يعني السوائل اوكي تطحنش ليكم دوك الحواجة القاسحين مزيان دائما نقلو الكمية ديال الماء ولا ديال الحليب في العواصر كاملين في العصائر عفوا وبحنتا هاكا كما كتشاهدو بحنتا بنص الكمية ديال الحليب وهذا نضيف دابة النصف الاخر رانيضفتو في المكونات او المكون الواحد اللي كينو الحليب والشريحة يعني جوج ديال المكونات بلاكترة ديال المكونات باش هكا تكون تحليها ما مقضاش وبسيطة والشريحة را هم تواجدة في المغرب تبارك الله يعني مصحية اكتر هذيك الشريحة را هم زيانة لبنات اللي كيعني كيطرهم هكا المسارا ديالهم ياكلو الشريحة را هم زيانة يعني هذيك تولي عندكم دائما هكا في الدار كلما را في الصباح تجيبدو ديك الحبة ديال الشريحة را هم زيانة للمسارا وهذا هو القوام ديالهم بعد ما اطحنتو يعني كيكون اه تحن مطحون مزيان لان هذيك الحليب اللي وضعتو اه مع الشريحة مغلي بحلا ساعدها على باش تطحن مزيان موسيقى انا كنقرب لكم باش شوفو مزيان صراحة زوين وكليكم تشربو عاصر يعني ما تسنوش عليه حتى حتى هكا يعني شي مددا ولا حتى عاصر هكا جي شريحة مديانة ودري معاها شوية ديال لوز كي جي اه عاصر زوين ومنعيش وصحي والاهم انه صحي يعني بدون دي اضافة السكر دائما ما كنشجعكمش هكا باش نضيفو كمية ديالسكر احنا عارفة الاضرار ديالهو المشاكل اللي كيسببها فضل عاصر هذا المشاكل اللي هي كتيرة ما فيها باس مرة مرة ولكن بكترة يعني بزاف يعني كيبالية متلا تحلية كل نهار كل يوم في شهر رمضان نضيفو السكر كترة يعني را الصيام يعني احنا صايمين باش ننضفو تحتى الجسم ديالنا من السوموم ما نزيدوش هلي بكترة السكر وهذا هذا كل الشهر اللي كيجي في العام وهنا غدا نخلي التحليات قريبا واحد ساعت عين وكليكم تخلي واحدة الخمسة ديالسوايع وغدا نرجعو الحوار ديالنا اللي كان هدره للسكر طبيعية وانما السكرية المصنعة قلو منها ماشي ما ناكلوها شوية كافي ما نحرموش نفوسنا اكيد ومنزيدوش فيه ونقولو را الصكر الصكر الصفر وانما غير شوية ما نزيدوش عليه ما نزيدوش فيه شوية ما نكتروش واختيت الكاسات ووضعت فيهم هاد الحبوب ديال عفوا هاد لي ما اغتي هاد الحبات هاكا التزين فقط اختياري اني مكن لكم تاكلو غير هاكا كليكم ترشو بشوية ديال زنجلان الى ما عندكمش اللوز يعني دا كشيرها بسيت ومنكلفوش على روصنا وزينتو هنا بشوية ديال اللوز وبيستاش مخلطين هاكا غير لحسب المنهيدر ديال واللون مكن لكم يعني تخليوا للصحور راح زوين هاد التحلي للصحور كتعطي الجسم القوة يعني الغد مني تفيقو تفيقو بواحد واحد القوة في الجسم ديالكم والناس اللي كي هاكا كي يعانيهم فقر الدم حتى همارة مزيان لهم هادا كي قويهم لان اللي تيكون عندهم فقر الدم كيكونوا دائما يعني عيانين وكيحسوا بواحد العياء في الجسم ديالهم ولو هادا مزيان وكي قوي وحتى التمر يعني اللي ما عندو الشريحة يدير التمر هتا هي كي تجيزوينه لاني كندلت لكم عصير ديال ديال التمر وزبيب مع الزنجلان والقرفة وهادا راكينين في القناة ديال يمكن لكم شوفوا البنات اللي مازال ما شافوش راح كان عصير صحي وزوين واذاك زنجلان مع اللوز كي يعطي واحد المداق زوين لعاصير وهنا راه تحلية ديالي واجدة يعني ما خليتاش انا مدة طويلة البنات خليتات قريبا واحد ساعة ونص يمكن لكم انتوما يعني تخليوها مدة اكتر انا ما خليتاش مدة طويلة يعني غطيته وخلي تغير هذيك ساعة ونص وانا البنات غاديكو الفيديو ديالي تسالة كنتمنا انه يعجبكم وما تنسوش تباطجو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم اتلقوا ان شاء الله فيديو اخر وبسلام عليكم